جابت الناصر أنا عايزة روح مع حضرتك طبعا احنا نتمنى يبقى فيه ساعة للوقت ان احنا نحلل المباراة مباراة ويمكن احنا نقدر نعمل ده النهاردة بس برضو لو حروح مع حضرتك لنقطة مهمة جدا يعني بغض النظر عن التفاصيل الكتيرة بس فكرة هنا المنظومة التحكمية المصرية وفكرة ان الاتحاد كان عايز يطور هذه المنظومة وفقا لأمور كتيرة جدا معطيات كتيرة جدا أهمها اعتراض الجماهير المصرية على التحكم المصري تمام وبعد كده لما روحنا واستقطبنا كلايتنبرج وكان الراجل ده أصلا قبل ما ييجي ناس كتيرة جدا ضد استقدامه وناس تانية قالت لك لا بالعكس وجوده حيفرق بشكل كبير جدا وقال من الناس اللي ما فهمتش كان ليه في اعتراض على استقدامه أصلا يعني الناس كانت بتعترض بتعترض على أي أساس انت لما بيبقى عندك منظومة فيها عوار وجايب حد علشان ناخد من خبريته وقصوصا أن الرجل ده أثبت أنه لما راح كل الدول اللي شارك فيها في تطوير التحكم عندهم وأخيرها كان اليونان عمل طفرة كبيرة جدا فأنت فكرة اعتراضك من الأول ده عليه علامة استفهام على كل حال خلاص مايك لايتنبرج جي عندنا وعمل مفهود سيستم معين حنمشي عليه وبيعمل دايما اجتماعات مع الحكام بشكل دوري وتحدث أنه هو أول ما جيه كمان عندنا كابتن ناصر كان فيه شكاوى كتيرة جدا من أندية مختلفة راحت لعنده وهو حتى استغرب من كم الشكاوى قبل ما يبدأ كمان مهامه وبعد ما بدأ مهامه كان فيه أمور كتيرة هو حتى علق عليها في بعض المباريات وقالك هو فيه أخطاء كتيرة بتحصل فعلا وهو كان معترض على ده مع كل الظروف اللي أنا بحكيها واللي حضرتك أكيد عندك تفاصيل أكتر عنها إحنا كده بنتكلم في إيه إحنا محلك سر ولا الوضع هيبقى إزاي ولا استقطاب يعني كلايتنبرج من البداية كان غلط ولا يمكن قدام المنظومة يتم إصلاحها وفكرة الفار زي ما حضرتك بتقول يعني اللي هو أصلا معمول علشان يتدارك هذه الأخطاء في العالم كله لكن عندنا الأمور بالعكس فمعليش أنا محتاجة أفهم يعني أنا من الناس اللي محتاجة أنا وغيري نفهم من حضرتك النقطة دي في البداية سؤال جميل جدا 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 بس إحنا الحلقة مش هنقدر أهو إحنا عايزين حضرتك النوار عايزة يوم من أول إدينا باختصار حتى ولو هيد لائنز يعني بس إن عوان ده أقول لك على حاجة ما أقول لك حدثنا نفسنا السؤال هو رجل ده بقاله ودي عندنا يعني شهور قليلة خلينا نكون يعني عادلين في الكلام بتاعنا إحنا النهاردة رجل ده بقاله بالظبط تقريبا من 4 إلى 5 بالظبط الرجل ده بيتهاجم يعني عوان من من قبل ما ييجي بيتهاجم من البعض ومش حاول أسماء خلي بالك أما إحنا عارفينهم يعني السؤال يلي بتهاجم حضرتك اللي قعدت الست سبع سنين في لاجنة الحكام من فضلك هو أنت عملت إيه للتحكيم أنت بيتحسب الرجل على أربع شهور لسه بيتحسس الحكام وفي شهد مستواهم يعني أنت بيتهاجم على أساس كما أنت حضرتك قعدت ست سنين وإحنا في ست سنين مش عاوز أقول لك إن إحنا في سنة منهم جي أربعة وثلاثين طاقم تحكيم أجنبي أنت متخيلة اللي بيتكلم على جراتين بيردو بيقول أنه هو يعني مش بيتور لأنت حضرتك ونت مسؤول وجي أربعة وثلاثين طاقم تحكيم أجنبي تم اعتراض تبعتاشر نادي من أصل تمنتاشر وإنت مسؤول ما فيش حندنا حاكم راح كس عالم للأسف الشديد وإنت بتتولي مهمة التحكيم فمن فضلك لو سمحت اللي بيهاجم الراجل إحنا مفترض نحن بيهاجم الراجل فرصة أنا بأتكلم ده على جزء اللي البعض بيهاجم الراجل صحيح الحاجة التانية المهمة بقى كريم وأنا هو أنت بتتكلم في حاجة من نقطة مهمة إن النهاردة داخل لجنة الحكام في مشاكل مشاكل وصراعات من يعين الدور الممتاز ده بيعين دور الممتاز وده بيتدخل وده بيشيل الحكم وده بيحط الحكم وإنك مشكلة وانا هتكلم بقى بعمق يعني وصف أصيل عندي حضرتك لما أعلنت لجنة الحكام تحتوي القرى الممتاز إددى الدور الممتاز وتعيين الكثم الأول للكابت التوفيق السايد الكابت التوفيق السايد ده لسه داخل لجنة الحكام الجديد فالمفترض هو المنود بتعيين الدور الممتاز إذن أنا النهاردة بعين وميني لكلاتنبرج مباشرة لما لقيت تدخلات في شغل توفيق السايد لأ ما احنا كده مش بنساعد الراكل للأسف أنا بقولك أهو لأ ده كلام منطقي كل واحد من فضلك أنت على أنت لجنة الحكام حطيت وظايف كل عدد مثلا توفيق السايد هو مسؤول تعيين الدور الممتاز خلاص يبقى هو مسؤول وهو ليتحاسب ومنه لكلاتنبرج من فضلك ما حدش من الأعضاء يتدخل في شغل توفيق السايد اللي أنا شايفه عكس كده طب أنت النهاردة عاوز تنجح الراجل من فضلك من فضلك حدو الكرة حدد المهام للنفس الموجودة لأن الصراعات اللي جوة تؤثر بشكل كبير جدا 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 على الحكام وعلى المبارات خارج في داخل الملعب وهنا دي المشكلة طبعا بنتكلم عاوزين من ساعد الراجل لا نساعد الراجل نقف مع الراجل في أخطاء لا ده في أخطاء كبيرة جدا وخلي بالك التطوير ما بيجيش من يوم ولا من شهر ولا من كنين التطوير ده عشان أنا أحسب الراجل على الأقل يقعد سنة وحزب الحاجة الثانية أن أنا بطلبه من كلايتنبرج من فضلك مفيش تطوير تحكيمي أبلا أونلاين وده مش موجود يعني أنا محاضر في الاتحاد في الجواه كنت مقيم رفيل أشاشر في الاتحاد التحكيم وتطول التحكيم في ميدان اللعب تنزل مع حكام الملع تنزل تطور من أداءهم تنزل مع الحكام المساعدين كلام ده مش هينفعنا نطور أونلاين يا كنتنبرج من فضلك روح المحافظات وشوف اللجن الحكام الفراعية لا عاوزين شغل حضرتك بتتقادى مبالغ مفيش مشكلة بس إحنا عاوزين المبالغ اللي بتاخدها تبتدي تعمل بها شغل الحكام على أرض الوقت أمور كتيرة طبعاً لو عادنا نتكلم مش مش هننتهي ولكن أنا بقول في النهاية النهاردة عندنا بقراء هذه المباراة تم تعيين فيها الكابتن طارق مجدي حكم للميدان والكابتن سيد شعبان حكم للفر تاني رسالة كابتن سيد يعني مش هنرجعك لماشي الأهل في ويتشار يجب النهاردة يكون في تركيز من هذه المباراة اقتصائية كابتن طارق أنت حكم أول مرة تحكم هذا الموسيق النهاردة لقالي يعني لابد أنك أنت تعذر عن نفسك ما تاعتمدش على الباركة تنطارق انزل النهاردة واعتمد على نفسك محتاجين نشوف مباراة بالأخطاء هو احنا فندم عندنا الملف التحكيمي في بلدنا يعني كمية المشاكل اللي فيه أكبر من قدرات أي شخص على الإصلاح حتى لو كان الشخص ده يعني وارد الخارج زي ما بيتقال إنجاز التعبير يعني وفي نفس الوقت عنده تاريخ بلاد معينة كمحاولة لإصلاح المنظومة التحكيمية فيها عمل شغل زي الفل إحنا دلوقتي حالك بتقول إنه لازم يبقى قاعد مثلا على الأقل سنة عشان نقدر نحكم عليه وعلى قدراته وإحنا دلوقتي تقريبا داخلين على نص السنة دي هل حضرتك شفت خلال الاربع خمس شهور اللي فاتوا بوادر بتقول إن إحنا إن شاء الله بصدد إصلاح المنظومة التحكيمية كما ينبغي أن يتم إصلاحها ولا شايف إن حجم المشاكل اللي عندنا أكبر من قدرات أي حد على الإصلاح سؤال جميل جدا سكريم وبنتكلم في حاجة مهمة جدا يعني لو إحنا نتكلمنا على الشكل الإداري هو رجل النهاردة بيقول إيه كده بالمقارنة بما سبق النهاردة رجل بيعترف يعني إلى حد ما بالأخطاء النهاردة الرجل ما بيطلعش يبرر ويقول إن الحكام عندي مصارحة شوية من الراجل وده بيديك مؤشر إن هو عاوز يطور يعني ما كانش بيدافع عن أخطاء الحكام ويقول إن الحكام صح فالنهاردة هو الراجل النهاردة بيطلع في الفيديو أو مش بيجيب كل الحالات ولكن بعض الحالات بيجي يقول رأيه فيها تبقى لرؤية اللجنة الفنية اللي موجودة عام ده كلام جميل جدا 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 لأن حقيقة مشكلة جلاتنبرج وهو إن كل شغله أونلاين ما فيش تحكيم وتطوير يا كريم إن أنا أقعد في لجنة في اتحاد الكرة والحكام كلها قاعدة في بيوتهم وبتتشتغل معهم والله وإذا كلام ده مش موجود في التحكيم يعني وأنا هاجي مثال هاجي مثال لناجي جويني وهو ماسك ماسك تحكيم في قطر في ظل وجود كهس العالم يعني الناس كلها مشغولة كهس العالم لكن الحكام في قطر بكامل بتشتغل ما نهاش علاقة أبدا البطولة حكام قطر بتشتغل في ميدان اللعب ناجي جويني موجود والتدريب البدني والفني والزهني والتطوير موجود في ميدان اللعب إحنا محتاجين الراجل ينزل لأن أنا النهاردة لما بنزل مع الحكام داخل ميدان اللعب أنا بشوفه المستوى الحكام طب هو ليه التطوير شغال أونداين الفترة اللي فاتفة لا يسأل بقى هنا يعني مع رشي أنا كتحاد كرة النهاردة بقيت مدير تطوير أنا ليه أهداف كاتحاد وقر من فضلك أنا محتاج واحد اثنين ثلاثة أربعة وبتتحط الأمور دي كلها وبقى فيه خطة والسراتيجية وفلسفة للراجل بيقول لهم أنا هعمل واحد اثنين ثلاثة لابد نكون فيه متابعة متابعة لشغل الراجل لأن النهاردة لو أنا مش فهم هو بيعمل إيه مش حيبقى فيه تطوير يا كريم لو أنا مسؤول في اتحاد وقر ومش فهم الراجل ده وبيشتغل إزاي مش حيبقى فيه تطوير طيب كابتن ناصر أنا عندي سؤال يعني هو ممكن يبقى جريء شوية بس أنا أعتقد حريكها تجاوبني هل فيه بعض الأشخاص اللي هي مش عايزة ومش من مصلحتها إن يكون فيه تطوير في منظومة التحكيم المصري يا أشخاص من داخل الاتحاد ولا من خارج أنا مش هحدد يا فاند شوف أقولك على حاجة هو السؤال اللي بيفسد نفسه وأنا بأتكلم معك صراحة هو راجل ده لو نجح لو نجح في مهمته كتطوير إحنا بقلنا فترة للأسف الحكام اللي كان بتروح وتيجي ما تشتطوير إذن النهاردة نجاح الراجل دوت حيزبط حاجاتك كده جدا إن أهوانت حيزبط بقى النفس اللي كانت بتشتغل قبل كده هل كانت بتشتغل أو ما كانتش بتشتغل وبالتالي أنا بقولك لا الراجل بيتهاجم وأنا بتكلم بأمانة الراجل ما علشان هو بيتهاجم يا كابتن ناصر وعلشان المنظومة التحكمية زي ما تقول فيه ناس مش عايزة تتطور وده واضح جدا بكل اللي بيحصل حتى هذه اللحظة اللي احنا منكلم حضرتك فيها وعلشان ما فيش برضو التزام من قبل بعض وحقول بعض الحكام في الأرض الملعب بالقوانين الموضوعة وعلشان ما فيش التزام من قبل الحكام في اتباع الستراتيجي اللي كلايتن بيرج بينفذها حتى لو احنا اعترضنا عليها أونلاين أو غيره وغيره وغيره من النقاط اللي في الآخر بتديني إحساس ومشان الواحد بعض الناس إنه هو فيه هو ليه فيه ناس مش حاب إن هذه المنظومة تتطور ما هو ده برضو عليه علامة استفهام لو حالك تتفق معايا ما تتفق معايا مية في المية مية في المية وذي قولت حالتك إحنا الموضوع أنا عندي تفاصيل كثيرة وعندي أسرار كثيرة جدا جدا مخصوص لجنة الحكام لأوه زي ما قلت حالتك الوقت مش حي يسعبنا إن إحنا نتكلم في هذه التفاصيل ولكن أنا بقول بقول إحنا نادل أهلي دايما دايما والله وأنا كل سوية تحيلي بطلع يعني مش بديش بس بمطلع الحالات يعني هواان بخلي دالي يعني أنا ما بجيبش حالات التحكم يقولي إن الحكم أخطأ هنا وهنا بالعكس أنا كمارة المحاضر قبل كده واشتغلت في تنجل الحكام بنحاول قدر المصدع والقناة الوحيدة اللي بقولها هو بنطلع بنحلل تطوير ما يجب تطويره لإداء الحكم مش بس بنجيب الأخطاء عشان نقول الحكم عنده أشكرك يا فاند بعمتها على الشهادة دي أكيد شكرا والله بدون مجاملة لو أنا بقول في البداية يا جماعة أنا هنا موجود لو يعني لو أنا عرفت ساعد الحكام يا كريم في إن مثلا في حالة من حالات تمركز أو قراءة لعدة يعني صحيحة أو تدخر جير مبرر من الحكم مبرر بنقول الكلام ده جماعة لإن إحنا اشتغلنا وعارفين يعني إيه تطوير أداء الحكم صحيح إحنا بنساعد كالقناة لأهلك بنساعد في لاتنبرج وقفين معك بس ياريت اللي معاي تعدوه يعني حلوة حلوة الجملة الأخيرة دي على فكرة هي ردت على سؤال الجملة الأخيرة والله عزيم بأتكلمك بأمانة ومش مجامل ياريت الناس اللي معاك يا جماعة صحيح يتعدوك لإني أنا شايف إن هناك صراعات من بعض يعني بين الأعضاء صراعات كبيرة جدا جدا ومين عاوز يتبت نفسه ومين يقول أنا القريب للراجل ومين يقول أنا اللي بعين لأكلام ده بيجي يا جماعة على مستوى التحكيم بشكل عام صحيح مستوى الحكام فكرة الحكام النهاردة خلي بالك والله والله يعني أنا هقولك على حاجة مهمة إحنا دايما في بداية المسلم بنحاول بنخلي الفكرة تبقى موجودة ما بين الأنبياء والحكام وده بيبقى شغلنا الشاغل اللي نجدت بحاجة صعبة جدا جدا النهاردة ما فيش ثقة ما بين الحكام واللجنة ده أمر صعب جدا 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 النهاردة ما فيش ثقة ما بين الحكام واللجنة النهاردة من كترة الأخطاء ومن كترة المسئولية ما احنا مش عارفين مين مسئول أو مين بيعين أو النهاردة الحكام بقى مش عارفة إيه الصح والغلط هو الأسوأ من ده ما بقاش فيه ثقة تماما ما بين الجماهير والحكام طب فاضل إيه ده شيء فاضل إيه فهم أصلي فاضل لنا إيه بقى كموحبين إحنا خلينا نستغل الوجود دلوقتي كابتن ناصر عشان هو يوعدنا بنفسه إحنا محتاجين حضرتك كابتن ناصر إحنا حريك طبعا ضيف دائم على القناة الأهلي بس إحنا عايزين نعمل فكرة كاملة عن التحكيم يمكن بقى زوايا هتبقى مختلفة شوية حنقش مع حضرتك لو تشرفنا في عشر سبحان عارفة الصحيان بيبقى بادري شوية بس حريك هلازم تشرفنا عشان فيه كلام مهم كتير جدا محتاجين ننقش مع حضرتك والكلام مهم يا نهواند والكريم وإحنا بنقول في مساحة التحكيم نحن لننقض الحكام بس عشان ننقضهم ولكن والله والله إحنا بننقض الحكام إحنا بنحب الحكام أولا كلهم أخواتي ونفس التحكيم فهو مدربة كوية حفادم إحنا بندافع عن فكرة وعن مبدأ إحقاق الحق بغض النظر عن أطرافه لصالح الكرة المصرية في الأول والآخرية بطبيعة الحق نرجع ونقول ربنا يدينا ويديك ويدي مشاهدين طلط العمر ونحضر اليوم اللي نلاقي فيه المنطق متحقق وحاصل في حياتنا الكروية وفي المنظومة التحكيمية بصفة خاصة أنا بكرر طالب نهواند لازم فعلا بتيجي تنورنا إن شاء الله ونسعد بوجودك معنا بنشكر جزيلا شكرا على وجودك معنا